أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدل كبير مؤخراً بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلادها طيب إيه إزاي احتفلت بعيد ميلادها؟ وليه أثارت الجدل بعدما قالت رقم غلط عن عمرها؟ وإيه هو عمرها الحقيقي؟ وإيه تفاصيل جوازاتها التلاتة؟ وإيه عملية التجميل اللي كانت هتتسبب في إنهاء حياتها؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده احتفلت حليمة بولند بعيد ميلادها مؤخراً داخل طائرتها الخاصة ونشرت مجموعة صور ليها وهي بتحتفل وكانت ترطة الاحتفال عليها صورتها وقالت حليمة إنها عاوزة تعمل احتفال تاني بعيد ميلادها للمرة التانية علشان تقدر تحط شمعة في ترطة عيد ميلادها لإنها معرفتش تعمل كده في الطيارة لإنه ممنوع خوفاً من الحرائق طريقة احتفال حليمة بولند بعيد ميلادها أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا خاصة بعد ما قالت إنها بتحتفل بعيد ميلادها الأربع وعشرين وهو سنة أصغر بكتير من سنها الحقيقي فحليمة قالت باقي يوم واحد على عيد ميلادها الأربع وعشرين وده اتسبب في اتهام جمهورها لها بالكسب وده لإنها بتحتفل السنة دي بعيد ميلادها التلاتة وأربعين مش الأربع وعشرين فحليمة بولند اتولدت يوم عشر ديسمبر سنة 1980 وهي كويتية الجنسية ووالدها كان بيشتغل في التجارة ووالدتها كانت مدرسة تربية إسلامية دخلت حليمة كلية الأداب في جامعة الكويت وفي السنة الأخيرة لها في الكلية اختارها رئيس قسم الإعلام علشان تشتغل في تلفزيون الكويت من خلال برنامج The Best للمخرج خالد الباطي وبعدها قدمت عدد كبير من البرامج لكن حليمة بولند ما حققت ششورتها الكبيرة بسبب برامجها وأداءها الإعلامي ولكن بسبب دلعها المصطنع في تقديم البرامج بالإضافة لملابسها الجريئة ومكياجها الصارخ وده عرضها الانتقادات الشديدة جدا ده بالإضافة للتغير الكبير اللي حصل في ملامحها بسبب قضوعها العدد كبير من عمليات التجميل فظهرت بخدوده شفيف منفوخة وجسم منحوت وصغارت أنفها والعمليات دي كلها غيرت شكلها تماما وبدأ المتابعين يقرنوا بين صورها قبل وبعد التجميل لكن واحدة من عمليات التجميل دي كانتها تتسبب في إنهاء حياتها فأثناء خضوحها لعملية نفخ شفيفها أخذت جرع التغذير زيادة بالغلط وده تسبب في تعرضها للاختناق وتدورت حالتها الصحية وقالت حليمة إنها أول مساء قعدت تتشاهد وتقرأ القرآن واتجاوزت حليمة بولند تلات مرات في حياتها أول مرة كانت سنة 2011 من رجل الأعمال الكويتي عبد السلام الخبيزي ورزقت منه ببنتين هما ماريا وكاميليا وأثناء زواجها من الخبيزي اتعرضت حليمة لحادث تحرش خلال تواجدها في لندن فأثناء خروجها من ملعب كرافين كوتج بعد انتهاء مباراة كاس السوبر السعودي اتفاجئت بمجموعة من الشباب اتجمعوا حولها وبعضهم اتحرش بيها وتسببت الحادثة دي في خلافات شديدة جداً بينها وبينزوجها انتهت بانفصالها عنه وبعض الشهور قليلة من انفصالها عن زوجها الأول اتجوزت للمرة التانية واحتفلت بكاتب اكتبها على الشيف حمد جابر المبارك الصباح ابن رئيس مجلس الوزراء الكويتي في السرية تم واعلنت انها تعتزل بعد جوازها لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة واتجوزت للمرة التالتة سنة 2018 من المحامي عبد الرازق العنزي امين صندوق المحاميين الكويتيين لكنها انفصلت عنه بعد شهرين من الجواز وقالت ان سبب الانفصال ان جوزها ما اكتفاش انها اعتزلت الاعلام عشانه لكنه كان عايزها تلبس النقاب كمان وبعض شهور قليلة من انفصالها عن زوجها التالت اتصلحت مع زوجها الأول وابو بنتها ورجعت لعسمته في شهر اكتوبر 2018 بعد حوالي سنتين من انفصالهم اشتركوا في القناة